دي اللي كنت هسألك عليها افتكر على مستوى استعابي للاجيال يعني مش هقدر اقول لك من قوم الاهلي في 1907 بس اللي هقولهم دول كلهم مع حفظ الالقاب يعني ما بعد صالح سليم الاهلي هيتراجع رئيس النادي الاهلي يجي حسن حمدي ما بعد حسن حمدي الاهلي يتراجع محمود طهر كابتن محمود الخطيب كل دول اسماء عرقاسة النادي الاهلي حتى المديرين الفنيين يجي ما بعد هيدو كوتي يقول لك لا الاهلي مش هعرف يجي مديرب اينابي تاني يجي بعد كده مان والجوزي يجي بعد كده حتى حسام البدري انجازات عظيمة محلية يجي بيت سمو سماني يجي مارسل كولر حتى فيلر ما بينهم يجي كل مديرب من دول يمشي يقول لك لا بس استنى الاهلي اعتراجع لعيبة بقى اجال زهبية نقول الكابتن محمود الخطيب وما قبل الكابتن محمود الخطيب وطهر ابو زيدو وعلى مايهوب وخالد بيبو وبلال وبطريكة ومتعب وشوقي والجمعة والحضري لحد الجيل كل مرة تقعد تفكر تقول ايه خلست المرة دي خلست مش هعرف الاهلي يعمل زي دول تاني خلاص رئيس نادي ولا جهاز فني ولا لعبين سبحان الله الاهلي بيفضل زي ما هو بل بالعكس لتتلاقي الجيل اللي جاي بقى افضل وافضل وافضل كل شوية العملية تبقى احسن واحسن ازاي؟ الموضوع كله هو جينات النادي الاهلي جينات كل من ينتمي للنادي الاهلي لما تيجي تبص على اي مؤسسة نجحة بتبص على العوامل اللي بتخلي المؤسسة دي نجحة لما تتفرج على النادي الاهلي مجلس ادارة ازاي بيوفر العيبة والعيبة في كل مركز بدل واحد اتنين وتلاتة بعد كده بتجيب مدير فني قبل ما تيجي تتعاقد مع مدير الفني بتعرف طموح المدير الفني ده ايه لان الطموح المدير الفني مهما كان مين مفيش حد هيرضي طموح جماهير النادي الاهلي اللي عاوزة كل حاجة في الدني صحيح وده بيتوارسه الجماهير بتتوارسه مجالس الادارة بتتوارسه الادارات الفنية اللي بتيجي دايما على النادي الاهلي جيمي كان بيتكلم بيقولك ارقام قياسية كتير جدا عن النادي الاهلي عمل كل الارقام القياسية والمشكلة الكبيرة ان النادي الاهلي هو العمل يحطى بارقامه يعني النادي الاهلي ما بيحطمش ارقام حد يعني النادي الاهلي بيعمل ارقام كويسة بعد كده يرجع هو تاني يحطمها بعد سنتين ثلاثة مع مدير فن جديد فهي عوامل يا كريم بتطورها الأجيال في النادي الأهلي النهاردة كابتن محمود الخطيب بعد المباراة في الانترفيو بيتكلم هو بيقول أنا بقول للعيبة هو خلاص النهاردة نقفل على موضوع الاحتفال ده ومش عاوز تصريحات مش عاوز حد يتكلم في الإعلام مش عاوز أي حد ينزل حاجة على السوشال ميديا علشان إحنا دخلنا موسم جديد الرجل ده أنت تحتفل بالدورة للأربعة واربعين والدورة التانية على التوالي فس ما فيش الفكر ده مش موجود لكل من ينتمي عند النادي الأهلي سواء جماهير النادي الأهلي والمجالس الإدارة بتاعتنادي الأهلي ما بتفكرش في أي حاجة غير نهاية تاخد كل حاجة علشان كده بقول لك جماهير النادي الأهلي طمع طمع حلو ما عاوزة كل حاجة خد دلك هو أنت لو بسطت على النادي الأهلي لما الناس بتيجي تقول لك الأهلي يا ترن أو الأهلي عنده مشكلة عشان خسر دوري من أصل خمسة ستة دوري أو سنة اتنين دوري من أصل ستة دوريات خسر دوري يا ابتال أفريقيا واحد من أصل خمسة كسب أربعة وروح لخمس فاينر النادي الأهلي بيروح كاسة عامل أندية طبيعتها كريمة تفتكر النادي الأهلي ما خد برونزيت كاسة عامل أندية اللي فاتت حد كان بيحتفل الاحتفل النادي أعمالها قبل كده مئة ألف مرة فده يدل على الطموح اللي موجود لكل مالي على فكرة هتكسب الانتر كونتيننتل ولا هتكسب كاسة عامل أندية دي الوقت اللي جمهور أهلي كمان بقى فكرة أنه بطوط أفريقيا دي كيكا بديكسبها دا حي اللي احنا عايزين كاسة عالم وزا كريمة الناس تقولك النادي الأهلي محتاج صفقات ما الأهلي عنده لعيب كتير أوف نص الملعب وليه كان عاوز يجيب محمد بالرمضان وليه كان عاوز وليه كان عاوز لو عشان النادي الأهلي ما بيفكر للبقيد أنت عشان تبقى على القمة وتبضل أنت النادي الأهلي اللي متسايد أفريقيا بقى لك فترة كبيرة جدا محتاج أن أنت على طول الفرقة بتاعتك تبقى خوي